واخيرا في العرب الجديد مقتل قائد لواء في النظام السوري بقصف تركي شمالي حلب قتل قائد لواء في الجيش السوري وجرح عناصر اخرون كانوا برفقته اثر السهدف في الجيش التركي بسلاح المدفعية موقعا عسكريا على خطوط التماس بالقرب من منطقة عفرين شمالي محافظة حلب شمالي سوريا وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة تابعة للمعارضة السورية في حديث للعرب الجديد ان العميد عمار تيتشوري المنحدر من منطقة المنطاربري في محافظة طرطوس وهو قائد لواء 135 حرس جمهوري قتل اليوم الخميس وصيب اربعة عناصر اخرين كانوا برفقته بينهم ضابط برتبة مقدم وبحسب المصادر نفسها فان تيتشوري وعناصره قتلوا اثر السهدف في الجيش التركي بقذيفة مدفعية موقعا عسكريا لقوات النظام السورية قع ضمن منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قصد في قرية مياسة تابعة لمنطقة عفرين بريف حلب شمالي البلاد ترجمة نانسي قنقر